السلام عليكم متتبعي قناة افكار محمد كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله ففكرة اليوم وهي كيفية الاستفادة من شاشة الحاسوب او الكمبيوتر فالاغلبية الا وعندو هاد الشاشة ديال الكمبيوتر اللي مابقيناش كنستعملوها بسبب يعني تطور تكنولوجيا فالاغلبية كيستخدم الهاتف مابقيناش كنستخدمو يعني الحاسوب المنزلية فالفكرة اليوم اننا نحولها الى جهاز تلفاز في الله بنا نبدأ وعلى بركة الله بالطريقة وكما كتعرفوا ان شاشة الحاسوب فيها منفدين منفد يعني للكهرباء ومنفد فيجية كما كتشوفوا هنايا فهنايا غن نربطو هاد الشاشة بهاد الكابل فيجية في يعني المكان ديالو المخصص هاد الشكل كما تشوفوا بعد ما غربتوه نحتاجه هنايا الى هاد الجهاز الصغير لكي تباع عند محلة بيع الاجهزة الالكترونية فهو 8 يلو رخيص حوالي 5 دولار في هنايا منفد يعني فيجية كما كتشوفوا وهنايا منفد اش دي ايم كما قلت للكم 8 يلو رخيص حوالي بسا دولار ستا دولار يعني 60 درهم خمسين درهم فاغربتو هاد الجهاز مع الكابل فيجية بهاد الشكل كما كتشوفوه يعني بهاد الشكل وهنايا غنجيبو الريسيرفر ديالنا ابي بهاد الشكل كما كتشوفوه اما هاد الخيط فهو يعني باش نوصلو الصوت فكركبوه هنا في في الريسيرفير وكركبوه هنا في هذا الجهاز بهذا الشكل هذا في حالة إذا كانت يعني الشاشة الشاشة الحسابة فيها خاصية الصوت يعني كتدعم الصوت فأنا بالنسبة لي يعني ما فيهاش صوت فغل نعودها بهذا الجهاز الصوتية الخارجية اللي غن يعني نضيفه هوم الريسيرفير ديالي لأنه كما قلت لكم الشاشة ديالي ما فيهاش الصوت كما قلت شوفوه هنا منفذ الصوت ومنفذ يعني الحرارة فغربتهم مع الريسيرفير ديالي هنا غنوصل الحرارة للريسيرفير وهو تشعل انتظروا باش تظهر لنا الشاشة هنا هي كيبلي أني مركبش مزيان الكابل الفي جية كما كتلاحظوها هي ظهرت الشاشة فبهذا الشكل يعني كما كتلاحظو أنه قدينا يعني نستفدو بهذا الشاشة بهذا الشكل بهذا الجهاز الصغير والراخيص بدل ما غرمو هاد الشاشة ونستغلوها انتوما كما كتشوفوه يعني اشتغلو القنوات انتوما كما كتشوفوه يعني الصوت شغال والقنوات والريسيرفير يا سلام يعني بدل ما غرميها فهنا غنستفد بها في الورشة ديالي هنا واحد الحاجة بغيت نبه لها فكين اللي غي يجيب الجهاز ويربطوه مع الشاشة ولكن ما غديش تشتغل معه غي يظهر له هاد الميصاج كما كتشوفوه امامكم فالحل هو انك تاخد الريسيرفير الى جهاز تلفاز ثاني وتمشي يعني عند الاعدادات ديال الريسيرفير كما غتشوفوه هنايا مشيو عند السيتينج ونمشيو عند اعدادات اف فير هنايا او الى كانت بالعربي يعني عرض الشاشة او اختيار مهم فهنايا غنمشيو هنايا عند فيديو غيزيتاسيون او دقة ففي الغالب يعني كتكون الف وثمانين او كتكون اوتوماتيك يعني ستوندار ففي حالة اللي رقيناها يعني بهذا الشكل كنمشيو كنردوها عند سبعمائة وعشرين يعني كننقصو من الدقة ديال الشاشة باش تشتغل معنا يعني مع الشاشة ديالنا ديال الحاسوب فكما قلت لكم يا اما كتكون ستوندار او كتكون الف وثمانين فهذا هو المشكل اللي كيخليها ما تشتغلش معنا فغنحولوها الاسبعمائة وعشرين كما غتشوفوه وغتشتغل معنا هاد الشكل كما كتشوفوه عادي كنتمنى ان الفكرة تكون الاعجاب ديالكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس والسلام عليكم لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكراب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جددنا اشتركوا في القناة